اليوم اخبركم عن كتاب باية اكتر من 26 مليون نسخة اسمه هو كتاب كتير صغير ولكن العبارية اللي ممكن مستخرجة منه هي كتير مهمة وبتفيدنا بحياتنا الشخصية والعملية القصة وما فيها انه في فارتين بيلاقوا بقلب ميز او بقلب لابيراند مطرح فيه انلمنتد سبلاي اوف تشيز فبصيروا كل يوم يروحوا ياكلوا جبنة ويرجوا عالبيت بشكل انه اكتفوا ما بقى عندهم موتيفاشن يطوروا حياتهم الى ان نهار من الايام بيروحوا وما بيلاقوا الجبنة بمحله شو بدون يعملوا فانيك مود ما عارفوا شو بدون يعملوا صاروا كل يوم يرجوا عالبيت ويرجعوا تاني نهار يجوا ع نفس المحالة اللي ملاقوا فيه جبنة الى ان واحدة من هول الفارتين بتقرر تغير تفكيره بتتخطى الخوف تبعه وبتطلع بقلب الميز وبتفتش على مصدر رزق تاني وبتلاقي وبنفس الوقت اول فارة ضلت محلة كل يوم ترجع البيت وتروح ع نفس المحالة اللي مكانت تلاقي فيه جبنة المغزى من هيدا القصة هنه خمس اشياء كتير مهمة اول شغلة let go of the past يعني اليوم الماضي اذا بطل حلو او اذا بطل موجود بالشكل اللي احنا بنسبنا نتركه منفل ومنمشي ثاني شغلة كتير مهمة انه we need to get over the things that we can not change اشياء بحياتنا ما فينا نغيرها ليش تنصرف عليها انيرشية ثالث شغلة we need to keep moving forward يعني ما نوقف مطرح ملحنا بالعكس نظل عم طور حالنا نطول capability's tabana كرمالنا نظل مواكبين العصر رابع نقطة كتير مهمة انه ما في اي سبب انه نخاف من المجهول يمات المجهول بكون خبالنا اشياء كتير حلوة احلى من الحاضر حتى خامس شغلة كتير مهمة هي التغيير وكيف ما نتعامل مع التغيير ما نخاف من التغيير كتير مهم انه ما نخاف من التغيير التغيير فيه كتير potential لكن كل ما نخاف من التغيير اذا انتو قرينا لهيد القصة اكتبوا لي بالكومنت وكتبوا لي رأيكم فيها اذا لا بسرعة روحوا اروها لانه كتير حلوة بتفيتكن اشتركوا في القناة